السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزانة الله بطلبات الصف الثالث الاعدادي ومع درس جديد من دروس اللغة الانجليزية والنهاردة مراجعة عامة وشاملة على الوحدة كان اسمها ونبدأ كالعادة باسقلات اختياري مجمع على كل جزء في الوحدة نبدأ يلا بينا رجال الاطفاق يعني تفقنا عندنا ان في قاعدة اسمها كود وفي عندنا ايبل تو وزا كان في حرف جره تو مش ناخد كود هناخد ايه ووز او وير ايبل تو فاير فايترز رجال الاطفاق جامع يبقى عندنا وير ايبل تو اما لو كانش في عندنا كلمة تو كنا اخذنا كلمة ايه كود قاعدة عندنا بتقول كود بتساوي ووز او وير ووز او وير بلس ايبل تو بلس انفينيتي طبعا هنا سؤال مفيش عندنا هنا اي فيرب تو بي ولا في كلمة تو فعلى طول بنختار كلمة ايه كود طبعا ببقى ان هنا في ايبل تو محتاجين فيرب ايه تو بي في عندنا اتنين فعلى هنا بقى المعنى انا قلت لها ليه انا مش عارف حل الواجب عشان كده هي عملت ايه ساعدتني بقى الجملة كانت نفي بقى ايبل تو يو هنا جمع يبصح عندنا وير يو ايبل تو بيك تو دا تيتشور اجينيس كان دو سامفينج ذان مست بيبل جينيس العبقاري اكيد بيقوم بايش افضل من غيره فكلمة افضل اللي هي ايه شبه عندنا بيتور ذان بيتور ايه بيتور ذان يو يجوالي دو اصعم ان اه انت بتحل المسائل الحسابية بقى مادة يعني طبعا مسائل الحسابية بقى الرياضيات اللي هي عندنا مانز يوفايند سوفتوير ان احنا بنشوف عندنا السوفتوير اللي هي البرامج يعني في الكمبيوتر يبقى عندنا الكمبيوتر اه طبعا ذايلون دي قاله موسيقية وفان يعني مروحة وتنفع ساعات مشجع ورين يعني اللي جام بتاع الخيول رين اه now i can play chess but i play it when i was young. طبعا انا دلوقتي بعرف اعرف chess لكن زمان مكنتش بعرف على العاوي بقى عندنا couldn't. how quickly can you work out the answer to this mass? يعني بيقول له انت باي سرعة ممكن تحل work out يحل. المسائل الحسابية. فكلمة اسمها ايه? مس ايه? مسامس. مسائل حسابية اسمها مس ايه? طبعا انا مكنتش بعرف امشي حتى هذا التاريخ انتل هنا يا شباب بيجي قابلها جملة ايه? جملة نفي با عندنا يعني فيه قطرات مية وقعت على الخطاب فانا معرفتش اقراء اكيد بيقى عندنا عايز افير باي? هنا في خدعة بوسيطة كده انه عمل لك كلمة انا في الامتحان ساعة ببقى عارف ان الجملة نفي فبختار وزنت اقول لك مش هينفع نفي مع نفي تانا هو عشان بس تاخد بدنا في الامتحان يبقى صح ايه? was not. speak two languages when you were five. no i couldn't. no i couldn't. يبقى السؤال عندنا بايه? تمام. could you? which of the sum? آآ in the mass test weren't you able? بعدها ايه? تمام. to and infinitely. يبقى to and a and do. يبقى to do. my father always go to work on time. وفي عندنا فلسطب بعدين في عندنا قمر. دي روابط الاضافة. فيانا اينفع حكتين اتنين بس. كلمة furthermore او كلمة addition. كلمة furthermore او addition. او احد يقولي تبليه ماخدناش addition two. عشان قلنا القاعدة بتاعة addition two بعدها ايه يا شبابه عندنا? تمام? بعدها i in a g او noun. بس صح هنا. addition two. in addition two every day he never smokes. لسا قلين من شوية addition two بعد ايه انجي بعديما. لما لعبين الاولمبيين لعبين الرياضة يعني لما يطلعوا الاول عندما يأتي في المركز الاول فكلمة تأتي يعني طبعا كلمة تاخد عائلة ايه دو صحة عندنا هنا احمد تنشاطر عشان كده اعطانا الاجابات كلها صحيحة فكلمة يعطي انا اسمها ايه عزمني كلمة اختراع لكن هو اللي ايه عزم مخ متطور يبقى الصحة عندنا طبعا ناتشا طبيعي نورمل طبيعي غير متطور لكن الصحة عندنا تعريف ان عنده مخ متطور اكتر يتطورا من اللي حوالي زي محمود وهائل كده زي ما قلنا تحسن كورس اللي عشان نحسن فالصحة عندنا كلمة يحسن اسمها ايه كلمة دي يعني يبرهن او يثبت الشيء يعني ينزع الشيء يعني يحركه يبقى عالي طبعا رياضة او مادة يبقى عندنا زي جود ات وبد ات يبقى عندنا هنا جينيس ايه ات السيستم اللي شغال على الكمبيوتر اسمه ايه عندنا برامج 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 عندنا اسمها ايه والهاردوير هي الاجزاء المكونة للحاسب الالي او للابتوب او للموبايل دي اسمها هاردوير اما البرامج اللي موجود اسمها ايه هو زكي قلنا ايه طبعا طبعا هنا عايزين كلمة كود او كلمة هنا مفيش تو خالص بس صح عندنا اي كود هنا مفيش عندنا غير كلمة كود تنفع يا شباب ولا في كلمة اه ده في عندنا اي بل تو هناخد فيرب ايه تو بي بقى ووصفات كان عندك كم سنة لما كنت بتزبح كل الطلبة راحت على كلمة هقول لك برضو لازم يكون في كلمة ايه تو يوسح عندنا كود يعني يصلح زي كلمة وزي كلمة عارف يصلح في عندنا تمام مش ينفع كلمة كود دي بقى الصح ايه وز ايبل تو نروح 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 الى نمبر توني ناين بعد ثلاث فقط شهور عارف يتكلم ويكتب ويتحدث انجليزي كويس وهو تمكن من ده شايف حرف الجارة دوت يبقى عايزينه ايه اللي هو وز ايبل تو وز ايبل ايه تو هنا في كلمة بس في عندنا كود يو ستاند ولا وير يو ايبل طبعا تقول لي يا مستر ايبل احنا قلناك هزا مرة لازم تو ما فيش تو يبقى عصحة ايه كود يو ستاند جمال كود بعدها مصدري بقى الصحة كلمة دو طبعا هنا تعلمنا من زمان اوي ان وير يو تحاول تبقى ايه اي وز لان اي اصبحت مفرد ما تاخدش وير تبقى الصحة عندنا اي وز عرفت ترسل مستورة لوحدك في عندك ايبل تمام يعزين فير بايه تو بي بس صحة يا شباب تمام where you i wasn't able to drive the car but i show my friends away انا مقدرتش اسوء عربية بس قدرت اعمل حاجة تانية خالص ان انا وريره للطريق لو انت خدت بلك هنا مفيش كلمة تو خالص وتحت عندنا برضو مفيش كلمة تو مش ينفع ولا وز ايبل ولا وز انت ايبل بس صحة عندنا اي كود شو مي فرين داوي نروح لانواية تانية من الاسئلة يا شباب اللي هو ري رايت رامي وز ايبل تو ميك فود برا عندنا كلمة كود مكان ووز ايبل تو كل طلوة بتقول هنحزف ووز ايبل تو كلها ونحط مكانها كلمة كود يبقى تكملها ازاي رامي كود ميك فود الون رامي بيقدر او قدر يعمل الطعام لوحد كود هي ربير زكارة لون ابدأ بكلمة واضح نصحة مني يا شباب لما تلاقي كلمة كود في السؤال وعايز تبدلها بنقسمها جزءين نص وبعدين الفاعل وبعدين ايبل اي تو تاني كده يبقى كلمة كود تنزل هنا ووز وننزل هي وبعدين نقول ايبل اي تو ونكمل يبقى عندنا الجملة ووز هي ايبل تو ريبير زكار الون اماني كودن تدو زماس صمز عايزين ايبل تو هنا كلمة كودن نفي تحزف كلها وننفي اي وقت بقى وز انت ايبل اي تو يبقى عندنا اماني وز انت ايبل تو دو زماس صمز وين حاتم ووس تن هي هاد دي ابيلتي تو رايت زا بايك الون كلمة هاد دي ابيلتي يعني كان عنده المقدرة يعني ابقى في الماضي فحبنحزف كلمة هاد دي ابيلتي تو كلها وتحط ما كانها كلمة واحدة كلمة ايه كود بقى الجملة ازاي وين حاتم ووس تن هي كود رايت ابيك طبعا هنا في نقص كلمة ايه الون وات وير يو ايبل تو دو وين يو وير تولف عايزينها وات كود هنحزف كلمة وير وابل تو دو وابل تو وحط ما كانها كلمة كود هنا يا شاب ما كان كلمة وير يبقى وات كود يو ها دو وات كود يو دو وين يو وير تولف كامل سكسيدت ان سولفنج دا ديفيكالت بروبلم هنا عامل لي تريك صغيرة كده اني مديني فيها الاخرائيين ايه جي وانا عارف ان ايبل تو بعدها ايه مصدر هنحزف كلمة سكسيد ان نجح في كزا تمكن بقى يبقى نقول ايه ووز ايبل تو يبقى كامل نروح على آآ جزئية كده صغيرة كانت مضافعة الوحدة اللي هو الاسماء الجامع اللي هي الشازة اللي هي عندنا غير منتظمة الطبيعة عندنا في اللغة الانجليزية عشان تحول الاسم المفضل للجامع بندفله اس او اي اس او اي اس لكن احب نكلم اليهار دا على ايه على الجامع الشازة حاجات دي ممكن نحفظها ربما اجيلك في الامتحان في اختيارات تبعارف معناها ايه طبعا كلمة جامعة طبعا هنا قاعدة ان حرف الاف او الاف في ايه في اخر الكلام يحول يبقى ايه في اي اس زي كلمة وايف ونايف تبقى وايف بالفي اي اس جامعها ممكن تبقى بس احنا طبعا قلنا ان كلمة دي تستخدم في الكلام الرسمي قوي يعني يقول لك عندنا قابلت شخصين في اجتماع ده حاجة رسمية لكن قابلت بعض الناس يبقى اول مش ايه الجامعة زي ما هو بتغير شبه عندنا تنفع خروف او خراف وفوت جامعها ايه دي حاجات للحفظ يا شباب وخلي بالك منها في الامتحان ربما اجيلك في اختيارات تبعارف معناها يعني نروح على اه نموذج من نمازج كتابة والبراجراف عندنا سبع جمل عليهم خمس كليل خمس درجات بيحزبك على ها اربع حاجات والآآ والبنكت ويشن عاملات رقيم وهل اللي انت كاتبه يعني ليه علاقة بالموضوع المطلوب ولا كاتب اي حاجة لازم احخلي بالي من الاربع حاجات دول يا شاب عندنا والبنكت ويشن وهل في علاقة باللي انت كاتبه ده والموضوع ولا لا هنا عندنا كاتبين عبقار انت عارفه وطبعا لما يقول لي في الامتحان عبقار يتعرفه او عالم انت معجب بي شخصية مؤثرة في حياتك ممكن اختار بسهولة جدا دكتور احمد ايه زويل الله يرحمه ايه ايه انا فخورين به طبعا هي دي ده لطة فور ايجيبت عمل كتير لمصر ده الاكتشاف بتاعه ان اكتشف اصغر واحدة زمانية كنت انا عارفين ان اصغر واحدة زمانية كانت ثانية هو قالك لا في حاجة اسمها ايه وبتساعد العلماء الواحدة زمانية ديت ان هم يقدروا يشوفوا اه اه تفاعلات الخلية بدقة جدا فيعرفوا اه المرض ده بيحصل ليه بيمكن يوقفوا ازاي فالاختراع او الاكتشاف بتاعته راح من سويل سويل هيساعدنا كتير جدا جدا في معرفة وعلاج الامراض بسرعة اتمنى اكون مثل في يوم الايام في عندنا كمان ايميل بيتكلم على ام حطب اللي هو اصغر عبقاري مصري في التاريخ وكمهندس عظيم جدا جدا هنا حتى في معلومة بيقول ان هو مات سنة صغير تسعتراشر سنة بعض الكتب كتب تسعة وعشرين لكن احنا تقول على ايه ان هو بيتميز ان هو كان عبقارية مصرية اه ما قبل الميلاد يعني ايام الفرع فهنا اه توبيتر فروم علي عن مين بقى ام حطب يعتبر اول عبقاري في التاريخ مكتوب هنا تاريخ ميلاده هنا هو ايه ايه قبل الميلاد طبعا وتوفى امتى المفروض ها سكس سكس هندرد فورتي ايت بي سي اي يبقى هو لو طرحت السن ده من السن ده وهيطلع عندنا ساعتراشر سنة الرقم ده في كلام يا شايف لكن احنا سيبنا من رقم نلوقع انك كان معنا الشخصات النفسها كان من الفراعن العظام طبعا هنا مفروض ده يعني اللي هو قبل ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام هو يعرف في التاريخ ان هو اول عبقاري عرف في التاريخ كان اول مهندس مدني اول مهندس معماري يعمل تصاميم معمارية يعني اه في التاريخ بنى الهرم المدرك الملك ايه زوسر وزا ما قلنا الرقم ده يا شباب مش ضغف قوي في ناس يعني حاولت تطلع على المعلومة الاكتر يعني مكتوب على الوكبيديا ومعظم المواقع ما بين تسعتاشر وبين تسعة وعشرين سنة لكن هو يعتبر ايه او بيشيز وايه علي نروح عندنا على انتحان شامل على كل اجزاء يونت كام يونت فاين اول سؤال عندنا طبعا كالعادة سامي بزيت احمد ليه ما جيتش للمدرسة قال له انا كنت عيان فسأله سؤال قال له ايوة قال لي قعد في السرير اسبوع يبقى هو فوق بيقوله ايه بيقوله ايوة اعملت كزا ده هو كمان قال لي قعد في السرير اسبوع واضح ان هنا بيقوله هل زورت الطبيب ده معا في الامتحان او في اللغة الانجليزة بمفضل كلمة فبقوله عندنا حد عملها قلنا ماشي روحت العيادة بتاع الطبيب او الطبيب ماشي لكن الصحة عندنا يا شباب والافضل دي دي سي ايه ايه دكتور يا صعي ديت ماذا اعطاك الطبيب اكيد سام ايه ميدسن يبقى هي جيف مي سام ميدسن اسمها ميدسن يا شباب ميدسن اه طبعا هنا عشان بس الناس اللي شوية في تكوين السؤال والاجابة صعبة شوية لما لاقي السؤال في كلمة ديت انا بحول الفعل بتاع الجملة للتصريف التاني لانا الجملة فين في الماضي يبقى هنا سؤال قال له ناو قال له ايام نوت فري والد هنا بس قال له طبعا انت حاس بايد الوقت يا عامل ايد الوقت ينفع او هاو دو يو فيل ناو هاو ديو فيل ناو او هاو ريو ناو قال له اي هوب يو جيت بتر سون تمنى لك الشفاء السريع فقال له عندنا ثانك يو ونديم المحاديات المشهورة في الامتحان بين آآ مريض وبين صديق يعني نروح على السؤال التاني اللي هو المواقف طبعا يعني ايضا فانا عايز اعبر بروابط الاضافة اللي هو وهكذا فالاسهل رابط خدناه فممكن استخدمه هنا اقول له عندنا وعلوة على ذلك سألك عن هواياتك فهنا طبعا هوبس جمع فلازم اكتب له كذا هواية يعني مش اقل من اتنين بقول له عندنا وحدي يقول لي لا عايز اكتبها بطريقة الروابط طلو كده او كده اي لايك ها ريدنج فارد اي لايك ميوزيك كلام تمام صح كده يو سي زات او ايضر او ايضر كوفي طبعا هو عايز استغله بكلمة ايضر او بقول له عندنا بنافس الكلام بحاول بس دامير يخلي ايه يقول له اي لايك اه ايهوه ايود لایک اech اي انا كزا أو كزا يبقى ايهو يروح على السؤال البعديه اه بسدش عليها في الانتحد خمس خمس درجات على كل سؤال درجة نجيب محفوظ اهو جريت روائي عظيم روائي يعني جامل كلمة رواية بدأ يكتب كان عندك سنة سبعتاشر سنة. تزوج سيدة مصرية. عاش معها سعيد وانجب منها بنتين. لاحز ان هو تزوج امتى? خمسة واربعين. لكن اول رواية امتى كان قبل التاريخ ده بكم سنة? ست سنوات? ستسعة وكام وتلاتين. يبه هو نشر اول رواية هو قبل ما تزوج بست سنين. يعني يتضمن يشمل نوفل. يعني اعماله عبارة عن روايات طويلة وايضا مجموعات عديدة من القصص القصير. كتب حوالي كامل رواية طويلة اكتر من تلتمية وخمسين قصة قصيرة. يعني الف كمان او كتب بعض النصوص للافلام. وكمان عمل خمس مصرحيات كتبها. كثير جدا من رواياته. يا طرى ليه عملوا افلامه? عملوا قصة افلامه? لانها كانت كانت رائعة كانت مدهجة. وطبعا خات جايزة نوبل يا شباب. يعني انت ترديشنز التقاليد ان كايرو. انزا بس. هو كان دايما عنده شغف واهتمام بكتابة عن الحارة المصرية في فترة الاربعينات والخمسينيات. فانت لو شفت افلامه هتحس كأنك عايش فعلا في الفترة دي. اعتقد من اما افلامه كان حاجة اسمها بين القصرين والسكرية. مجموعة كده قراصية جميلة جدا جدا. طبعا كلها افلام بالابيض ويس وده شابل انها قديمة شوية. هو واحد من اهم او الوحيد من الكتاب العرب. كسب ايه? جازة نوبل في الادب. في الادب اللي هو القصص والروايات يعني. هذا الحدث جاعد على مين? فوزه بجازة نوبل. ده سؤال يعني في اجابات كترة جدا بس احنا قولناها احنا بنقرأ. ان رواياته كان عظيمة او مدهشة. فانا اخترت اجابة صغيرة جدا اللي هي اعماله او عمله عظيمة وما زالت عظيمة. نجيب محفوز كان عنده كم سنة لما نات? طبعا بطبيعي. بنترح الرقم الصغير اللي هو الف سنة واحداشر. من الرقم الكبير الفين وستة. فيطلع العمر عندنا كم عندنا خمسة وتسعين ايه سنة. بس صحة عندنا كلمة اللي هو الحدث ده عايد على ايه? قلنا فوزه بجازة نوبل. يبقى نوبل برايز. يفوز بجازة ايه? نوبل. طبعا ده كاتب. ام بقى ايه كلمة دي? يعني ممثل. نجيب اول رواية اللي نجيب محفوز. اتنشرت امتى? يعني نشرت امتى? قبل ولا بعد زواجه? طبعا قبل ما يتجاوز سنة اه خمسة وتلاتين اتسع وتلاتين هو الجوز خمسة واربعين. بس صحة عندنا نروح على اسئلة آآ طبعا في الامتحام يجيب لك ست جمل تلاتة اختياري وتلاتة يعني طبعا على طول بقى خلاص تعودنا. بقى ايه? 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 يا شباب مش ينفع. بس. انا صلحت الكمبيوتر ده معانا ان انا صلحته. قدرت اصلحه. يبقى الصحة ايه? كد. شايف عندنا الجملة عملت ازاي? طبعا تقول لي هنا عايزين فعلي مساعدة. هل في هنا ايه? لا يبقى الصحة عندنا كد. تماما. يعني كواس جدا. هل هي عندنا هنا ينفع كلمة كد? ده هي ما ينفعش غير كلمة كد. تماما ناخد لا عايزة طبعا ننفع عندنا عايزة اللي بتسوي بقى الصحة عندنا ايه? طبعا ستة سنة ده سن. السن عندنا اسمه ايه? مش ينفع ايه دي شباب مش ينفع ايه? 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 يعني هي مش بس مؤدبة. ده كمان نشيطة. شايف هنا في فلسطوب وفي كما? اللي ينفع هنا طبعا نوت ليس اكثر بالرغم من ومع ذلك مش ينفعه هنا عشان ده مش تناقض اضافة معلومة على معلومة. نروح على سؤال ري رايت. رامي سبوك تو لانجشز وين هي وستن. هنحزف ايه يا شبابة عندنا? تمام. شايف كلمة ده ماضي. انا عايز حط كلمة هرجحها مصدر. يبقى رامي. ها? تمام يا شباب. هو كان بيعرف يتكلم لغتين. هو كان قادر يبقى طلب هنا تلغبطه ازاي كود والجملة المنفية. هتم في كلمة كود هتزاود لها نط يبقى 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 انشي الوزن تنحط ايه كودن? يبقى الشي كودن تدو هر هومورك يستردي. اخر جملة سمير كلمة كود كلمة كود بتساوي فيرب تو بي وزو وير وابل تو هنحزف كلمة كود ونقول جملة سمير روح على اخر سؤال عندنا النهاردة شباب عايزين واحد على وهنختار طبعا تمام سميحك وتقول احمد زويل لو احنا بنتكلم عن واحدة النهاردة فكنا نتكلم مرة على هنتكلم برضو على نبدأ عندنا باحمد زويل شخص انا او عالم انا معجب بي. ادمير دكتور احمد زويل. he is a genius Egyptian man. he has great awareness in science. he was born in Egypt. he studied at the university of Alexandria. he also studied and worked in the USA United States of America. he made many discoveries. he won the nobel award in chemistry. فاز بجازة نوبل في الكيميا. his achievement made us very proud. I hope I will be like him one day. داخلنا قبل كده في بزء التاني من واحدة الخامسة. وده مهم في الامتحان. وغالبا مديه كتير في الامتحانات. ياريت يا شباب اي حاجة فيها معنا هنا على القناة. تكتبها كم مرة واحدة بس. صدقني عقلك هيطوعك وهتبدأ تركز جدا وهيسحفك في الامتحان انك طلع لمعلومك بسهولة جدا. روح على البراجرافة التاني. على ايه البراجرافة التانية يا شبهة عندنا? my favorite a my favorite hobby. I do many hobbies in my free time. ودي بنسميها مقدمة كده. بكسب بها درجة بكسب بها جملة. my favorite hobby is reading. I read with my friends. او my friends. آآ طبعا هنا في in the school library. المكتبة المدرسة هنا. in the school library. I sometimes buy some books. حنا مش بقرأ في المكتبة. لا. انا بحاول اشتري كتب على حسابي. I like reading about history. حب بقرأ عن التاريخ. sometimes I prefer reading books online. حب بقرأ ساعات كتب على الانترنت. طبعا سهل جدا تقرأ على الانترنت على الموبايلك على اللابتوب على التابلت. وكمان رخيص لانك مش بحتاجة تشتري كتب كلها. تمكن ننزل ميت كتاب مجانا من ايه من الانترنت. reading gives me knowledge تعطيني المعرفة. and widens my mind. وتوسع بداركي. توسع تفكيري وعقلي يعني. I recommend you read. طبعا جملة توصيق كنت اخدناها فتنة تانية. I recommend you read in your free time. انا بوصيكو برا اشرح لكو تقرف فيه من فوق تفارحكو. وبكده يا شباب احنا انتهينا تماما من مراجعة بتاعتها. ان شاء الله الحسة اللي جاية هتكون اه زي كل مرة لو الفيديو عجبك بنعمل اه لو اشتراف القناة ونفعل الجرس ونعمل عشان نوصل لأكبر عدد من الطلبة. اه ونقدم لكم محتوى افضل ان شاء الله. اه وربنا يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.